اشتركوا في القناة قولي الحيوانات دي وهي رؤية البقرة في المنام البقرة السامينة في المنام بتبشر الرأي بالخير بتبشر الرأي بالرزق الوفير بإذن الله بتبشر بقدوم سنة خزبة للرأي بتبشر إن شاء الله بتغييرات في حياته الأفضل ربما منصب مهم ربما وظيفة مهمة ربما رزق قريب جدا ومال قريب جدا بإذن الله يغير حياته الرأي للأفضل سواء شفت نفسك ماسك بقرة ربطها من بيتك أو شفت نفسك راكب على ظهر بقرة تعرف إن شاء الله في رزق قريب جدا ومفيه تغيير في حياتك للأفضل بس بشرط إن البقرة دي تكون سمينة ما تكونش ضعيفة أو نحيفة ثاني الحيوانات اللي بتبشر الرأي بقرب الفرج وتفريج الكرب والتبتع بالصحة والهناء وهي رؤية الغزالة في المنام لأن الغزالة في المنام بتبشر بالفرص الدهبية اللي بتتاح للحالم ربما في حمله أو ربما في حياته الشخصية وربما تبشر الرأي بيتحسن حياته وحالته المادية والتخلص من كل ديونه في القريب العاجل بإذن الله ثالثة الحيوانات اللي بتبشر الرأي بالمال وبالعزة وبالقوة وهي رؤية الحصان في المنام الحصان في المنام بيبشر الرأي بامتلاق وساعة رزق بيبشر الرأي بيعني علو شأن الرأي بيبشر الرأي بتغيير في حياته للأفضل بإذن الله وإذا كانت بنت عزباء ويعني حلمت بالحصان تعرف إن شاء الله في زواج من شخص مناسب لها تماما والعكس بالنسبة للشاب الأعصاب الخروف في المنام أو الأغنام عماتهم في المنام بتبشر الرأي بكسرة الخير والسعادة والتغييرات السارة اللي هيمر بيها الحالم في الفترة المقبلة والخرفان في المنام العزباء بتدل على زواج من شخص ما يصور الحال وزبح الخروف أيضا ربما يدل على رزق قريب أو ربما حج أو ربما يدل على تغيير في حياة الرأي للأفضل وزواجه منه والمشاكل اللي هو بيمر بيها أخيرا وخامس الأحلام اللي بتبشر الرأي بالرزق القريب وبتغيير في حياته الأفضل وهي من الحيوانات اللي بتبشر عماتا بالحظوظ وبالمنزلة وبالمال وهي رؤية الحمار في المنام الحمار في المنام بيبشر الرأي يعني بصفات حسنة بيبشر الرأي بالمال قريب جدا بإذن الله بيبشر الرأي برزق قريب جدا بإذن الله وربما ترقية وتولية في المنصب مهم إذا شفت نفسك راكب حمار بس بشرط أن تكون صفات الحمار اللي انت شفته ده في المنام تكون صفاته حسنة وليست رديئة ربنا يبشركم بكل خير أحباء في الله أتمنى تكتبونا أحلامكم أسفل الفيديو علشان نقدر نفيد بها نستانية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس علشان قناتكم توصلوا لك بالقدر من الناس وإلى اللقاء في فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله